نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حذف بعض الأجزاء من المنهج الدراسي لفصل الدراسي الثاني الخاص بالصفين الرابع والخامس الابتدائي وأكد المركز أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي مما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي مشيرا إلى أنه تقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في السادس من شهر مايو المقبل على أن تكون مواعيد الامتحانات الدبلومات الفنية بداية من السبت السابع والعشرين من شهر مايو وتقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة السنوية العامة يوم السبت العاشر من يونيو وتعتبر فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا